بسم الله الرحمن الرحيم حزب عدل والتنمية يبرهين مرة أخرى على أنه مدرسة للديمقراطية الداخلية قدمت درس في 2011 بمنهجية اختياره لوزرائه المرشحين عدنا إلى هذه المنهجية قبل أربعة أيام حيث عقدنا هيئة اقتراح مرشح الحزب لعضوية الحكومة هذه الهيئة التي يمتل فيها المجلس الوطني بـ 42 عضوا والأمانة العامة واشتغلت على مدار اليوم وتداولت في الأسماء المقترحة وأفرز هذا الاجتماع ربعوة ثلاثة اسما رفعت إلى الأمانة العامة الأمانة العامة أمس في لقاء المطول داما ست ساعة تقريبا عكفنا وفق المصرى التي أصدرها المجلس الوطني على فحص هذه الأسماء وأضافت الأمان العامة ثلاثة أسماء أخرى وتداولنا في الأسماء كلها منصبا منصبا حسب المناصب التي يمكن أن تؤلي الحزب في طار التوافق مع باقي الحزاب الأغلبية وانتهينا في النهاية إلى اختيار ثلاثة مرشحين عن كل منصب حكومي المهم في هذه العملية هي أنه لا في اللقاء الأول يوم السبت ولا في اجتماع الأمانات العامة كانت الأجواء إيجابية جدا طبعا تدخلات أعضاء الأمانة العامة الأمس الحرص على اختيار أفضل الكفاءات من حزب العدل والتنمية أساسا لشغل هذه المهام الحكومية الكبيرة وحكمة اختيارات أعضاء الأمانة العامة في طار الاقتراح الأولي وفي طار التداول منطق التجرد واختيار الأفضل بل إن بعض أعضاء أمانة العامة الذين كانوا مرشحين أو اقترحوا يعتذروا عن تحمل المسؤولية لأسباب متعددة ورجحوا أعضاء آخرين هذا والحمد لله نفتخر به في حزب عدالة والتنمية لأننا نشهد في النهاية أن نختار لبلدنا أفضل الكفاءة في حزب عدالة والتنمية العمر يتعلق بالجهاز التنفيذي الذي يجب أن ينتظم خيرة أبناء الوطن للقيام بمهام تدبير الشعر العام الوطني لموسط إصلاحات للإسهام مع باقي الحزاب الأغلبية لاستجابة لانتظارات المواطن في النهاية هناك أسماء تدول في المواقع التواصل الاجتماعي وفي المواقع الإلكترونية ليس كل ما يطار دقيق نحن في الأمانة العامة عندنا منهج انتهينا إلى أسماء مرشحة وقد تسلمها الآخر رئيس الحكومة المكلف ويفق المصارات المجلس الوطني سوف يختار من ضمن أسماء الثلاثة في كل منصب إسما وإذا قدر أن يختار إسما آخر فالمصار تكفل له ذلك يمكن أن نعود إلى اجتماع آخر للأمانة العامة لأن بمقتضى الدسور رئيس الحكومة المكلف سيتوصل من حزب عدالة والتنمية بالأسماء المرشحين وسوف ينقل مرشحاته في النهاية ومرشحه إلى جالة الملك ويفق المصارات الدسور شكرا